كان نفسي تبقى ظروف عحسن. اه طبعا يعني ظروف وحشة جدا واللي حصل الامرحلة طبعا يعني تعبنا نفسيا لكن طبعا كان في حاجات غلق كتير حصلت في الماتش طبعا. ايه اللي حصل? الامرحلة الاهلي كان غريب. اصيبك طبعا فيه ظروف خارجية ونفضل كل شوية نتأكد ان كان فيه ظروف خارجية والملعب وخلافه. بس الاهلي في الملعب ما كانش حلوء خالص. بص انا انا عندي اعتراض على حتة الظروف الخارجية لانه هو كان مثل الماليول لنا الجمهور مش ينزل ملعب. خلاص انت برضو مفروض احنا عندنا ان الخبرات ودي حاجة برضو يعني الواحد عايز يتكلم فيها ان معظم اللعيبة دي ما لعبتش قدام جماهير كتير فبالوضوع الضغط عليها سواء في المنتخب او في الاهلي يبقى صعب شوية وحصلت في الماتش السنغال وحصلت في الماتش الوداة. فبالتالي اللعيبة في الماتشاط اللي فيها ضغوطات بتبقى صعبة شوية بالنسبة لها. انت واخد تلعب على ماتشاط في الدوري خمسمائة خمسمائة ألف و ألف و ألف و ألفين و ألفين و ألفين. وقاش في شدة برضو يعني حتى الناس اللي بتخش ما تبقاش مش جماهير او برضو. اللي هي تبقى برضو ناس هادية شوية في التشجيه. فما بتتحط في موقف ان انت تبقى تحت ضغط مع جماهير بيبقى دي صعبة شوية. دي نقطة. دي نقطة. اه التشكيل بتاع المباراة عمتا. الراجل اللي مبارح قال كارثة. كارثة في المؤتمر الصحفي. اه. اما الناس اعترضوا فقبل النهاية وكسبت المباراة. طبعا دي ده تصريح. دوري التمانية. ده تصريح صعب جدا. ان انت كل ماتشو اللي يزروفه. هل هل الاجواء اللي كانت قبل ماتشو الرجاء هي نفس الاجواء اللي قبل ماتشو الوداد. يبقى انت كده اتصرفت غلط. ده دنيا كانت شدة جدا. اه. مبارات رجاء زهابوا عودة كمان. طبعا. لا وانت وانت الماتشو الرجاء كسبان والماتشو التاني يعني هم برضو نازلين بيلعبوا الاهلي وما كانش فيه تصريحات اوزة اللي موجودة دي طبعا. فالقصة بالنسبة لك كانت مختلفة شوية. انت بدأت الماتشو غلط. انت انا برضو اعتراضي على المسلماني عنده مشكلة في توظيف اللعيب. انا اما في ماتشو من الماتشوات الاعب افشا وينج. وهو ما عندهو سرعات. يبقى انا كده بهزر. انا ما بعرفش اخرج من اللعيب بتاعي كل اللي انا عايزه. اول حاجة. انت لازم يبقى عندك يعني الفرق بتاعة شمال افريقيا. لازم تاخد منها الاستحواز بتاع نص الملعب. انت لعبت بتلاتة في نص الملعب ماشي كويس قوي. بس هل التلاتة دور يقدروا يعمللك الاستحواز بتاعك ولا ما يقدروش. احمد عبدالقادر. كلنا كلنا اي حد في نصر حتى اللي فهمش كورة. احمد عبدالقادر هتحطه فين? قدام. قدام. احمد عبدالقادر في نص الملعب. عشان يعمللك استحواز هي مش بتاعته. هو مش مميز فيها. يعني بيفقد من المستوى مثلا اربعين خمسة اربعين في المائة. عشان كاذا ظهر بشكل مشكلة. عشان هو هو واحد واخد على اللعب ان انت مثلا تخيل مثلا نيمار في باريس سان جرمان بتحطه في تاترة في نص الملعب. هو خطورته كلها فين? قدام. انت كان لازم تبدأ الاتنين في نص الملعب ومعهم مجدي افشا. محمد مجدي افشا الوحيد. هو عمر السلية. لو انت عمر السلية مصاب زي ما بتقول. الوحيد اللي يقدر يعمل الاستحواز في نص الملعب. محمد مجدي افشا. حتى امنت عملت التغييرات طلعت عبدالقادر اللي هو يقدر. بدأت فرقة الودات بدأت تتعب. يقدر يعملك الفرق قدام. صح. عشان وكمان انت فرقة الودات بدأت تقفل. فانت عايز اللي عايب اللي عندها حلول. اللي عايب عندها مهرات. الفرقة كلها رجعت ورا. انت زي رمضان الصبحي زي احمد رفعت. صح. الوحيد اللي بيعمل عندك في الاهلي. الوحيد. عبدالقادر. مفيش حد تاني. صح. او شريف لو لعب وينج. انت اتأخرت جدا في التغييرات. لازم برضو. اما افشا نزل لازم كنت تدخل الناس قدام. اه وليد سليمان ما احترام الوليد طبعا. مش وقت. مكانش وقت مبارح. لازم تنزل حد صغير شوية. حساب حساب كان موجود كمان عندك. يعني انت برضو. مع التقفيل الدفاع لي الوداد. كنت محتاج بقى شوية تشتغل عرضيواتك. بعدين انت مبارح برضو مشكلة عمال تلعب كورة طويلة من اول الماتش. لمين? انت عندك بيرستاو. انت برضو بتغير الخطة بتاعتك عشان تلعب بيرستاو. انت معروف في الماتشات اللي برا. وكل المحللين يا كريم قبل الماتش بالليل كله بيتكلم من الاهلي يعني هلعة تلاتة اربعة تلاتة. صح. هو وبيلاع في الماتشات دي على طول بيحط حمد الفتح بيامن.